مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب تقول كلمة الرب عن الرب يسوع أنه في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله لكنها أيضا تخبرنا أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا هذه الأيام هي ذكرى لميلاد شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هي ذكرى لدخوله إلى هذا العالم ذكرى لافتقاده وخلاص الإنسان وكما أيضا نعلم من كلمة الرب أنه كانت هناك ردود أفعال كثيرة نحو ميلاد المسيح فنرى الملائكة التي تسبح المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام ونرى أيضا المجوسة الذين أتوا من المشرق لكيما يسجدوا للصبي المولود لكن أيضا كان هناك هيروديس الذي يريد أن يقتل الصبي والذي أيضا قتل الأطفال في بيت الأحم وكان هناك أيضا معلم اليهود الذين لم يبالوا بأي شيء أو لم يبالون بأي شيء وما زالت هذه الردود إلى يومنا هذا موجودة فبعد ألفين سنة ما زال الذين ينظرون إلى ميلاد المسيح نظرة هيروديس فيريد أن يمحوا أي شيء يرتبط بالمسيحية ويريدون أيضا أن ينتقدوا أي شيء في الإيمان المسيحي لكن هناك أيضا الملايين الذين يسبحون الله الذين أتوا من كل البلاد ومن كل الخلفيات الذين افتقدهم الله بنعمته الذين يحتفلون هذه الأيام بذكرى ميلاد ربنا يسوع المسيح في الحالة اللي فاتت تكلمت عن لماذا يكرهون عقيدة تجسد المسيح وقلت أنهم يكرهون هذه العقيدة بسبب فهم خاطئ عن مين هو الله فرسول الإسلام صنع إلها يشبهه إلها لا يعرف شيئا إلا أن يسرع لتحقيق رغباته وأهوائه وأيضا مفهوما خاطئا عن الإنسان واحتياجه الخلاص فالإسلام لا يعلم عن احتياج الإنسان للخلاص ولا أيضا يؤكد على أن الإنسان خاطئ يحتاج إلى من ينقزه ويخلصه لكن كمان الإخوة المسلمون ينتقدون التجسد عن جهل بطبيعة التجسد ومعنى التجسد في الإيمان المسيحي ففكرتهم عن التجسد هي أن الله قد تحول إلى إنسان أو أن المسيحيين رفعوا إنسانا وجعلوا منه إلها وهذه المفاهيم مفاهيم خاطئة عشان كده هنكمل النهاردة موضوعنا عن تجسد المسيح بعنوان تجسد المسيح والكلمة صار جسدا والكلمة صار جسدا لكن قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع حابب أعرض فيديو أيضا مهم فيه يعبر عن أنا مش أقول الغالبية لكن عدد كبير من الإخوة المسلمين ينظرون إلى الاحتفال بعيد الميلاد على أنه لا ينبغي حتى نحن نعيد على الإخوة المسيحية وينظرون إلى عقيدة التجسد على أنها أمر مهين أو شنيعة خلوا نسمع أول فيديو نرجع نعلق عليه وتدرك أن عقائد المسيحيين خصوصا عقيدة التجسد اللي هم بيحتفلوا بيها في يوم عيد الميلاد المجيد عقيدة بشعة جدا ووحشة جدا ومضادة لعقيدتك الإسلامية والمفروض أن أنت كمسلم تتأذى تتأذى من ذكر يوم عيد الميلاد المجيد ومن ذكر اليوم اللي بيحتفلوا بيه بتجسد المسيح عليه السلام زي ما حضراتكم شايفين إنها عقيدة بشعة جدا وأن المسلم عليه أن يتأذى وأنه أيضا لا يشارك المسيحيين أو حتى يعيد على المسيحيين في عيد الميلاد أنا هرجع لجناب الشيخ في بعض الفيديوهات الأخرى لكن هذا هو الفكر الإسلامي في مجمله وهذا الفكر النابع زي ما قلت لحضراتكم من فهم خاطئ للتجسد وفهم من خاطئ لمين هو يسوع من هو الرب يسوع التجسد في الإيمان المسيحي مهم جدا نحن نعرف يعني إيه التجسد الإلهي يعني إيه الكلمة صار جسدا التجسد ليس معناها أن الله تحول إلى إنسان أن الله فقط خصائصه الإلهية وتحول ترانسفورم إلى إنسان هذا المفهوم ليس مفهوما مسيحيا على الإطلاق فنحن لا نؤمن أن الله تحول إلى إنسان وأن الله كف عن أن يكون إلها عندما صار الكلمة جسدا هذا المفهوم غير مسيحي ولا يمت للمسيحية بصلة لكن للأسف هذا المفهوم هو المفهوم الشائع عند الإخوة المسلمين عن التجسد ونسمع دون من فهم عبدالله رجدي وهو بيتكلم عن التجسد على أنه تحول قال الله تحول إلى إنسان شوف الفيديو الثاني وأكمل مع حضراتكم فالق لا يتحول إلى مخلوق الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون له زوجة منزه عن أن يكون له شريك في ملكه الأخ عبدالله رجدي قدم لنا مفهومين بعيدين كل البعد عن الإيمان المسيح المفهوم الأولاني أن الله تحول إلى إنسان نحن لا نؤمن أن الله تحول إلى إنسان هذه ليست العقيدة المسيحية ولا يمكن لأي إنسان بيقرأ أو بحاول يفهم يعني إيه تجسد الإله في الإيمان المسيحي يصل إلى هذا المفهوم الله لم يتحول إلى إنسان وقلنا أيضا فكرة أخرى أن الله اتخذ زوجة وهذا هو الفكر الإسلامي أيضا عندما يتكلم عن ابن الله مفهوم ابن الله على طول يروح لفين يروح إلى التناسل الجسدي أن الله تزوج وأنجب ابن هذه المفهوم ليست مفهوم مسيحية هذه المفهوم بعيدة كل البعد عن الإيمان المسيحي الله لم يتحول إلى إنسان لكن أيضا التجسد ليس معناه أن إنسانا صار إلها كان فيه بدعة من البدعة في تاريخ الكنيسة بيسموها بدعة بتتبني أن يسوع المسيح من كتر حلوته ومن كتر جماله ومن كتر نقاءه ومن كتر تقوى الله تبناه وجعله ابنا له والكنيسة هجمت هذه البدعة وردت عليها بتاريخها كله نحن لا نؤمن أن الله رفع إنسانا ليكون إلها مثله وليس الرب يسوع مجرد إنسان رفع ليكون إلها لكنه هو الله الظاهر في الجسد طب بتقولي طب يعني إيه بقى التجسد طب فهمت أن التجسد ليس معناه أن الله تحول إلى إنسان والتجسد ليس معناه أن إنسانا رفع ليكون إلها طب إيه التجسد في الإيمان المسيحي التجسد هو الإبن الأزلي كلمة الله الذي هو موجود قبل البدء اتخذ طبيعة بشرية أو اتحد بطبيعة بشرية والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا التجسد هو أن يتخذ دون أن يغير من طبيعته الإلهية ودون أن يتنازل عن صفاته الإلهية هو تنازل عن مجده الذي له في السماء أخلى نفسه لكنه ما زال هو الله بكماله وبصفاته لكن اتخذ جسدا يبقى الكلمة صار إجيناتو لا تفيد التحول لكنها تفيد الاتخاذ الكلمة اتخذ جسدا وصار إنسانا دون أن يطر أي تغيير على لهوته ولهذا فالتجسد هو أن الإبن الأزلي اتخذ طبيعة إنسانية بجانب طبيعته الإلهية ويمكن قلت قبل كده لحضراتكم نفس الفكرة أنا لو عندي كباية فضية هذه الكباية فيها هوا نفس خصائص الهوا اللي موجود في كل مكان ما تغيرتش خصائصه لكن الفرق الوحيد أنه اتخذ شكل الكباية كذلك أيضا الكلمة لم تتغير قصائصه ولم تتغير طبيعته ولم يتغير لهوته لكنه اتخذها جسدا يبقى التجسد هو التحاد لهوت مع إنسان عشان كده نقول أن المسيح يسوع إله حق من إله حق لكنه أيضا إنسان كامل مثلنا بلا خطية لم يخل الكلمة الأزل نفسه من الصفات الإلهية ولم يستبدل ما هو إلهي بما هو بشري فطبيعة الله الروحية طبيعة أزلية لا تتغير بالتجسد لم تتغير طبيعة الله هذه ولم تستبدل بما هو بشري وده الإيمان المسيحي عن التجسد يطلع بقى جناب الداعية ولكن لا أصل الفكرة دي فكرة التجسد هي فكرة وثنية هي فكرة موجودة عند الأمم والشعوب الوثنية مرتبطة بالآلهة الوثنية وبعدين المسيحيين والمسيحية لما انتشرت في البلاد الوثنية اقتبسوا الفكرة دي من الشعوب الوثنية علشان يجعلوا من المسيح إلها يجعلوا من المسيح إلها علشان يبقى سهل يقنع الوثنيين بأن المسيح هو الله المتجسد هذه الفكرة طبعا مش فكرة الإخوة المسلمين دي فكرة نقلنها من من نقاد مسيحيين غربيين لكن هي الفكرة دي التي ينادي بيها الدعاة أن تجسد المسيح هو مجرد سطورة وثنية نسمع الفيديو اللي جاي ونعلق عليه فكرة أن الإله ينزل ويعيش على الأرض كإنسان دي فكرة وثنية من الأباطيل والخرافات فكرة أن الإله ينزل ويعيش على الأرض كإنسان دي فكرة وثنية من الأباطيل والخرافات وفكرة أن المعجزات دليل على الألوهية من الخرافات الوثنية والله ليس كمثله شيء طيب أولا أولا ده بيتكلم بصفة عامة بمعنى إيه هو لا يمكن أبدا يجرؤ أنه يجيب القصص والأساطير الوثنية اللي بتتكلم عن تجسد الألهة ويقول لنا تفاصيلها بالزبط بتقول إيه ويقارن هذه التفاصيل مع تجسد المسيح هو لا يجرؤ أن يعمل كده ولا يجرؤ أن يقدم لنا يعني المخطوطات أو الكتابات الأصلية اللي بتتكلم عن هذه الأساطير لأنه مثلا كريشنا الأسطورة الهندوسية لا توجد مخطوطة أصلية أساسا لكريشنا إلا مخطوطة واحدة في القرن الحداشر الميلادي والإخوة المسلمين أضافوا عليها مع الوقت كل الحواش اللي احنا بنسمعها عن كريشنا وتشابه مع المسيح لكن أنا أتكلم عن الأساطير الوثنية الرومانية اللي بيقول إن المسيحية نشأت في بيئة رومانية وتأثرت بيها طيب المعتارد زي أخونا دوا بيقولي أن الإيمان المسيحي بدأ بالإيمان المسيحي المسيح كان مجرد نبي ومع انتشار المسيحية بين الشعوب الوثنية تبنى المسيحيون الأفكار الوثنية ليجعلوا من المسيح إله يعني المسيحية بدأت أن المسيح مجرد نبي من الأنبياء طبعا هو لا يؤمن بالأناجيل أنها تكتبت بدري ولا يؤمن بكتابات بوليس أنها تكتبت بدري ولا يؤمن بأن الكنيسة الأولى من أول منادتها في صفر عمل الرسل كانت تنادي بالمسيح الرب المخلص هو لا يؤمن هو يريد أن يطعن في كل هذا ولا يؤمن أن تاريخ الكنيسة بيثبت ويؤكد إيمان المسيحيين الأوائل بلهوت المسيح ولا يقبل أيضا الشهادات الخارجية للمؤرخين الرومان الذين كانوا يستهزئون بالمسيحيين الذين يعبدون المسلوب فهو يروح فين؟ يروح بفكره بقى بعيد خالص بعد مجمع نقية هو ما يهم يعني ده كل الفكر بتاعه وأنا أكلم عن النقطة دي بالتفصيل بس أخذ الأول مداخلة لأخ جورج ألو؟ مساء الخير مساء النور ألو مساء الخير أهلا بك أخ جورج في آية سورة مريم الآية 17 فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا يتكلم عن السيدة مريم العزرق فتمثل لها بشرا سويا هل هذا غير التجسد؟ أليس هذا هو التجسد بعينه؟ ماذا يعني تمثل لها بشرا سويا؟ يعني بشر ظهر لها كإنسان عادي هذا تجسد روحنا إن كان مقصود فيها الله فهو الله أما مقصود فيها الملاك فأيضا هذه مشكلة لأن الملاك إذن كان الملاك يأخذ شكل بشري فالله غير قاطع أن يأخذ شكل بشري هل العيب أن يأخذ الله شكل بشري؟ هذه مشكلة موجودة عندهم في القرآن أما عن الوسانية وأما عن الوسانية وتشابه المسيحية بالوسانية فطلب صغير أن يعودوا ويقرأوا المصادر الأصلية للأديان الوسانية لا يسمعوا عالم غربي يقول كذا أو عالم غربي يقول كذا ويقتبسون منهم مثل العميان يقرأوا النصوص الأصلية هي متوفرة بكل اللغات العربية والأجنبية كتاب الموتى أو الفراعين القدماء موجود في اللغة الإنكليزية موجود في اللغة العربية يراجعوا ويعرفوا إن كان هناك تشابه أو إن المسيحية سرقت منهم أو لا أكبر طعن لهذا الإدعاء إحنا مش لازم نعمل مجهود هو بس لو أرى النص الأصلي بتاع مثلا إزيس وأزوريس وحورس قصتهم لو عرف القصة على حقيقتها عمره ما هيربطها بالثالوس المسيحي وعمره ما هيربطها بفكرة حتى القيامة لكن هم بقراش هو بغبغان بيقرر الكلام دون أن يرجع إلى إلى النصوص الأصلية والقصة الإسطورية الأصلية ويقارن تفاصيلها بتفاصيل كتير مؤدس لأنه لو عمل كده هو فضح نفسه وهو اللي يريد أن يفضح نفسه وهاي مش شكلة موجودة حتى في الملحدين الغربيين حتى الملحدين الغربيين يقولوا المسيحيين دين والسانية أخذ من الأزل والسانية ده صح يعني فيه كتب طبعا أنا مقدرش أقول عليهم مسيحيين بقدر ما هم نقاد ناس بتتعامل مع الكتاب المؤدس مش على أساس أنه هو كلمة الله الموحب لكن بتتعامل مع الكتاب المؤدس على أنه كتاب يعني كتاب أدبي مكتوب بقاله سنين فبيحاولوا أنهم ينتقدوا زي أي كتاب آخر لكن طبعا الإخوة المسلمين ما أروش كمان الردودة على هذه الإدعاء يعني زي ما فيه كتب مكتوبة تهاجم الإيمان المسيح هناك آلاف الكتب اللي اتكتبت للرد وضحت هذه الأفكار أشكرك يا أخو يا جورج طيب طبعا بيحاول بعض يطعن في عقيدة التجسد بالقول أن التجسد الإلهي هو مجرد أسطورة أخذت فكرتها من العالم اليوناني الوثني طب إيه الإثبات؟ أنهي أسطورة؟ طب إيه الأسطورة الوثنية اللي هي يعني فكرتها اتخذت علشان تطابق الفكر المسيحي؟ ما يجاوب ما فيش إجابة وأن تجسد المسيح ليس حدثا تاريخيا حرفيا مع أنه هو إذا قال كده هو بيطعن أساسا في القرآن اللي القرآن اللي اتخذ قصة المسيح من الأناجيل يعني يعني هو خد فكرة المسيح أساسا خدها من الأناجيل وأن تسجيله في الأناجيل بهذه الصورة هو فقط بغرض جذب القارئ ليتجاوب مع الرواية طيب أخذ الأخ سام من الجزائر ألو ألو أهلين مساء الخير مساء الخير أخو سام أهلا بك فقط بدي علق على قضية الوتنية فالمسيح قال لا أحد يأتي إليه إذا لم يعطى من أبي إذا أحنا أخذنا الموضوع أنه الآب انبطق منه الإبن وانبطقت منه الروح القدس أوكي فهل الإنسان بحاجة إلى تدخل إلهي عشان يفهم أو ما لقول يفهم يعني عشان يهدم فكرة التجسد فأحنا نشوف منطق ونشوف تكامل رهيب ولكن البعض ممكن لا يؤمن فأني أنا بدي أتعلق لهالنقطة إلى مدى يكمن التدخل إلهي لأن المسيح قال لا أحد يأتي إليه إذا لم يعطى من أبي أما في النقطة الثانية فيما يخص الوتنيات إحنا مثلا نشوف أن الدين أو الله مبعيد عننا فلو نروح للإنسان الأول الذي يعني نحت أمثال بجمال وروعة أليس هذا يعبر عن حاجة الإنسان إلى مخلص لو ندخل في السايكولوجي جرعيك فأنا بقط أريد أن أفهم النقطتين طيب أشكرك أولا إلى أي مدى تدخل الله لما رب يسوع بيقول أنه محدش يقدر يأتي إليه إن لم يجذبه أولا أبي كلنا بنؤمن من خلال عمل الروح القدس فينا الروح القدس هو الذي يكشف لنفسنا احتياجنا إلى شخص المسيح الروح القدس عامل زي اللمبة اللي بتبقى موجودة في العربية الأول ما يخلص البنزين بتديني فلاش أنه أنا محتاج أن ألازم أقف ومحتاج أن أنا أملى العربية بنزين الروح القدس هو اللي بيعمل في قلب الإنسان الخاطئ يبكتكم على بر وعلى دينونة فالتبكيت الإلهي دوا التبكيت الإلهي إحساس أن أنا خاطئ إحساس أن أنا وقع تحت الدينونة الإلهية إحساس أن أنا محتاج إلى من ينتشلني ويخلصني إحساس أن أنا محتاج أن أتوب عن خطايا ده كله عمل الله في الإنسان لأن الإنسان بطبيعته لن يبحث عن الله الإنسان بطبيعته بيفضل أنه يسلك طريقا آخر غير طريق التوبة فالتوبة كمان هي تبكيت الروح القدس وده الإنسان اللي بيفتح قلبه لعمل المسيح فهناك حقيقة كلنا عرفينها أن من يقودني للإيمان هو روح الله الذي يعمل في قلب الإنسان الخاطئ ولم يسكن قلب الإنسان الخاطئ لكنه يعمل في قلب الإنسان الخاطئ لكي ما يقوده للإيمان بالمسيح لكي ما يعرف احتياجه وعش كده تلاقي كتير أو من ناس عندها معرفة معرفة زهنية كتير عن المسيحية عنده معرفة كتير جدا جدا عن الإيمان المسيحي لكنه ما زال في موقف العداء للمسيحية طب ما هو المعرفة دي ممكن تقوده إلى الإيمان قاد ممكن تقوده إلى الإيمان بس هو قلبه آسي طب إمتى يتحول إلى مؤمن عندما يعمل الروح القدس في قلبه وعندما يقود روح الله إلى التوبة والإحساس أنه يحتاج إلى عمل المسيح تجده فتح قلبه وقبل يسوع مخلصا شخصيا له عش كده إحنا بنقول إنه بنصلي إن روح الله يعمل في الخطاة وإنه الرب يكتذب يكتذب البعيدين والضلين حتى يؤمنوا بشخص الرب يسوع المسيح فهذه النقطة لحضرتك بتسأل عنها طبعا هناك منذ بداية الخليقة والإنسان يبحث عن الله ليه يبحث عن الله؟ لأن الإنسان في جزء من الله الله نفخ في الإنسان نسمة حياة في جزء إلهي في الإنسان الله صمم الإنسان على إنه يكون له علاقة مع الله لكن الإنسان أخطأ وبعد عن الرب وصارت أفكاره عن الله مشوهة فبدل ما يعبد الله الخالق صار يعبد المخلقات بدل ما يدرك وجود الإله المحب خالق السماوات والأرض شبه هذا الإله في أوثان في حيوانات في نباتات في مجرات في كواكب فتاريخ الإنسان كله يشهد على أن الإنسان يبحث عن هذا الإله لكن الإنسان يفشل لأنه بمقدرته لا يستطيع هو إنسان خاطئ كل أفكاره مشوهة عن الله وعش كده الإنسان احتاج إلى إعلان الله عن نفسه إن الله يفتقد الإنسان ويأتي للإنسان وعش كده التاريخ كله هو تاريخ معاملات الله مع الإنسان الله كيف يتعامل مع الإنسان الخاطئ وحتى الأمم الوثنيين عندهم أفكار أفكار عن الله لكن أفكارهم عن الله هي أفكار مشوشة إبليس شوه الحق الإلهي ودى لهم أفكار مغلوطة عن الله فعبدوا الأوثان وسجدوا لها طيب أرجع إلى نقطة مهمة وهي الأساطير الوثنية هل الأساطير الوثنية تشابه عن قريب أو بعيد حقيقة التجسد تجسد المسيح كما سجلها لنا الأناجيل أو كما سجلتها لنا الأناجيل الأساطير الوثنية طيب نروح للأساطير الوثنية الفكرة الأساسية في الأساطير الوثنية فكرة الإله الإنسان أو الإنسان الإله والفكرتين دول مهمين جدا في الأساطير الوثنية ففي العقائد الوثنية اليونانية الرومانية القديمة هذه العقائد عن تجسد الآلهة بين البشر جات عن طريقتين الطريقة الأولى اللي بنسميها الإله الإنسان بمعنى أنه هو إله ونزل للإنسان كويس أو الطريقة أخرى أنه يكون إنسان وترفع ليكون إيه؟ ليكون إله فالإله الإنسان هو إله نزل وحب بنات من البشر ونام معهم وأنجب بنسميها أبناء زيوس the sons of Zeus وأنجب بشر أنجب محاربين أقوياء عمالقة دي الفكرة الأولى الفكرة الثانية أنه يكون إنسان لكنه بقرار من المجمع أو من السنت يرفع إلى مكانة الألهة وده معظم القياسرة بتوع روما اترفعوا من كونهم بشر إلى أن يكونوا أليها يعني يوليوس قيسر وأجاستوس ونيرون وليهم معابدهم وليهم تمثيل بتاعتهم وبقرار جماعي من السنت اترفعوا من كونهم بشر إلى أن يكونوا آلهة ده الفكرة الوثنية الموجودة في العالم القديم كويس والارتباط الآلهة بالبنات الجميلات ما كانش بس بدافع الحب آه يعني ممكن كان يعجب زي يعجب بجمال امرأة ما ونشوف في الأساطير يعجب بجمال هذه المرأة فيأتي ويتجع معها كويس ده بحسب الأساطير لكن مش بس الحب ولا الشهوة هي اللي كانت دافع لهذه الآلهة الوثنية لكن كمان الآلهة الوثنية كان ممكن تيجي وتعيش ما بين البشر بسبب الغضب من الآلهة الأخرى يعني هو عايش مع الآلهة الأخرى في أولمبوس وراء الجبال وبعدين زعل مع الآلهة الأخرى فقرر أنه ينزل ويعيش مع مين ويعيش مع البشر زي الإله ديميتر غضب من بق الآلهة فقرر النزول والعيش بين البشر في سورة إنسان بعض الآلهة الأخرى قررت بحسب الأساطير أيضا اليونانية بعض الآلهة الأخرى قررت النزول والعيش بين البشر حتى تتجسس على البشر هم عايزين يعرفوا البشر بيفكروا إزاي وبيعملوا إزاي فالقاليها بتيجي وتعيش ما بين البشر كواحد من البشر علشان يتجسس عليهم أو علشان يجربهم يدفعهم للشر يدفعهم للقتل يدفعهم للغضب ويشوفوا ردود أفعالهم ده اللي بيقرأ التفاصيل بتاعة الأساطير الوثنية يعرف هذه الحقائق لكن ما جيش واحد وهو قاعد لا أرى أسطورة ولا أرى أي حاجة ويقول لك أصله التجسد أو أنه هو أسطورة وثنية أخذ بعض الأساطير أمثال لبعض الأساطير أسطورة بريسيوس كان في ملك اسمه إكريسيوس هذا الملك كان عنده ابنه ووحد أحد المنجمين اللي هم بيبقوا قريبين من الملوك العرفاء والمنجمين والمتنبئين بيبقوا رايبين من الملوك واحد من المنجمين قال له على فكرة بنتك ديا هتجيب ولد والولد دوا الحفيدك ده هيقتلك وهياخد الملك منك فقرر أنه ما ينتظرش أنه بنته تخلف ويجي حفيد يقتله فقرر أن ياخد بنته ويحطها في عزل في برج عالي كويس في عزل حتى لا تتزوج ولا تعرف رجل وبالتالي النبوة دي ما تتحققش لكنه هي في عزلها وفي برجها العالي أعجب بجمالها زيوس زيوس ده كان يعني غالبا كان بتاع نساء زير نساء زي ما حال اللي بيتقال يعني فهو أعجب بجمالها فأتى إليها زيوس ده إله من آلهة اليونان فأتى إليها في برجها واتجع معها وحملت وخلفت ابن كويس وفعلا هذا الحفيد هو اللي تخلص من جده الملك دي الأسطورة يقول لك الأسطورة دي مشابهة لتجسد المسيح قل لي إيه اللي في الأسطورة دي يشابه تجسد المسيح أنا بلخص الديتيلز لأنه فيها ديتيلز مريضة كتير قوي إيه اللي في الأسطورة دي يشابه تجسد المسيح لكن لأنه ما يعرفش الديتيلز بيتكلموا خلاص دي واحدة من الأسطورة المشهورة وزي ما قلت وهي معزولة في برجها العالي أعجب الإله زيوس بجمالها فجاء إليها ليلا ونام معها فحملت منه هل هذه التفاصيل قريبة لتفاصيل حمل مريم العزراء هل هذه التفاصيل قريبة من الفكر المسيحي ما هو إذا كان المتكلم يعني مجنون يبقى اللي بيستمع لازم يبقى عائل ومن نفعش ناخد كلامه كده وخلاص الابن الذي ولد منها هو البطل اليوناني بيرسيوس ودايما الابن اللي بيولد من خلال الألهة من أم بشرية بيبقى بطل وبنية الجسدية ضخمة يعني ورجل حرب ورجل دماء وانتقام وزير للنساء أيضا وشهواني إلى آخر الأشياء دي أعتقد أعتقد عيب يعني أنك حتى تقول أنه تجسد المسيح يشبه الأساطير الوثنية لكن هتجبها منين العيب إذا كان أساسا إله الإسلام في القرآن كفر كل من رفض الإيمان بالإسلام طيب السورة هيركل أو هيركليز أمه كانت مفروض تتجوز لكن إخواتها دخلوا حرب وتقتلوا في الحرب فامتنعت عن الزواج يعني أمه كانت مخطوبة ولما إخواتها ماتوا في معركة فهي قالت أنا مش هتجوز لكن وهي في يعني أنها عزراء كده جالها مين جالها نفس الشخص زيوس زيوس كان بيدور على النساء الجاملات كل العزراء جميلة ويحاول أنه يسلي سيامه بالليل وبالنهار كويس فأتى إليها في شكل رجل فحبلت وولدت هيركليز وصار ستورة لبطل عملاق إعلاقة دي بالمسيحية إعلاقتها بالتجسد لإله الأسطورة الثالثة أسطورة الإسكندر الأكبر هتقول لي بس لا التاريخ بيقول إن إسكندر الأكبر له أب وله أم ما هو برضو هناك أسطورة مرتبطة بميلاد إسكندر الأكبر أمه أم الإسكندر الأكبر أولومبياس حبلت بابنها عندما جاء زيوس الإله اليوناني المراضي بقى جاء في شكل إيه ما جاش في شكل رجل هو غير شكله المراضي جاء في شكل رعد من السماء رعد جي من السماء صدمها نتيجة هذه الصدمة حملت من الإله زيوس قبل أن تتزوج مباشرة من فليب المكدوني يعني هي حملت وبعدين تزوجت من فليب المكدوني فلما تولد الإسكندر الأكبر صار في ليبي المكدوني هو الأب لكن الأب الفعلي في الأسطورة هو زيوس مش بيفكركم بحاجة زيوس ده كان كل شوية تجوز كل شوية يختصب كل شوية يسبي مش بيفكركم بحاجة طيب هذه الأسطير الوثنية الخط المشترك اللي بيربطهم مع بعض شهوة الألهة وحبها للنساء ده الخط اللي بيربط هذه الأسطير مع بعض الألهة شهوانية جدا شهوانية جدا ومحبة جدا للنساء ده ايه علاقته بتجسد المسيح وازاي دول يبقوا في فكرك هما الخلفية المسيحية لقصة التجسد الإلهي طيب فيه اختلافات بقى جوهرية ما بين الأسطير الوثنية وتجسد المسيح أو الاختلاف أن الأسطير الوثنية كلها كلها سواء الأسطير البابلية القديمة أو من الشرق الأدنى القديم أو الأسطير المصرية أو الأسطير اليونانية الفكرة العامة في كل الأسطير مؤسسة على حقيقة وحدة وهي تعدد الآلهة تعدد الآلهة لا توجد أسطورة مبنية على الوحدنية أبدا لكن هذه الأسطير كلها مبنية على تعدد الآلهة ومبنية على شهوة الشهوة الجنسية عند الآلهة حتى عند الأسطير البابلية القديمة والرومانية أيضا اليونانية كان جزء من الممارسات الوثنية في العبادات القديمة هو الجنس مع كهنات موجودات في المعابد علشان المزاج الشهواني بتاع الإله يبقى كويس فالمزاج الشهواني بتاع الإله ده ويبقى كويس لو شاف فيلم جنسي فاحنا نعمله فيلم جنسي جو المعبد فالعابد يقوم بممارسة الجنس مع الكهنات علشان يرضي مزاج الإله الشهواني فالإله الشهواني يحقق الرغبة أو الطلبة اللي الراجل العابد جاي يصلي لأجلها ده الفكرة الأساسية هل يمكن لعاقل من العقلاء أن يجد تشابه بين هذه الممارسات النجسة وما يعلمه الكتاب المقدس عن وحدانية الله وقداسة الله ونقاء الله هل يمكن يمكن الإسلام يمكن الإسلام خد خد فكرة من الوثنية الإسلام حول السماء إلى معبد وثني مليان جنس وخمر ونساء والإله في الإسلام ما هو إلا خدام للبشر يوفر لهم احتياجاتهم الجنسية اللي محتاجينها 72 حرية والحرية كام مش عارف إيه وكل يمارس الجنس الجماع لمدة تدقيه هو قاعد بس علشان الجنس هذه صورة مقززة يمكن الإسلام خدها من الوثنية من المعابد الوثنية وحولها للسماء لكن لا تجد هذه الفكرة النجسة بالشهوة وتحقيق رغبة الإنسان في الجنس وإشباع عين الإله وإرضاؤه بممارسة الجنس قدامه موجودة في كتاب مادس ولا يمكن أن تنطبق هذه على حمل مريم العزراء بل هو تجديف إن كان في الحقيقة فهو تجديف تجديف على الله نفسه وطعني في مريم العزراء القليحة البشر في الأساطير الوطنية اللي هم اتجوزوا نساء بشريات وجابوا منهم عيال الناتج بتاعهم زي الزفت لا يوجد ناتج أبدا كويس الناتج الابن المولود في الأساطير اليونانية هو شخص مليان نجاسة وفجور وإثم وشر وقتل وانتقام إلى آخره الآلهة بتقلد البشر وتفوقت على البشر كمان في هذه الأمور إعلقته ده بكتاب مادس كيف يمكن أن نشبه هذا بشخص يسوع المسيح له كل المجد عند دراسة أصل كل أسطورة ادرسوا أصل كل أسطورة اعرفوا تاريخ وأصل كل أسطورة عند دراسة أصل كل أسطورة وكيف نشأت وكيف بدأت نجد أنها نبعت من خيال الإنسان وفكره الشرير دي اختلافات أساسية جوهرية بين إله الكتاب المعدس وآلهة الأوثان بين ما يعلنه الله عن نفسه في الكلمة المقدسة وبين ما نقرأ عنه في الأساطير الوثنية في بقى اختلافات أخرى جوهرية في الإسلوب ولا يمكن لعاقل لدارس أنه لا يلاحظ هذه الاختلافات الجوهرية في إسلوب كتابة الأسطورة وتقديمها للناس وفي إسلوب كتابة قصة ميلاد الرب يسوع في الأساطير الكاتب لا يقدم دليلا منطقيا واحدا على أن القصة حقيقية وأصلية لا يقدم دليل واحد يعني لما نقرأ الأنجيل هناك براهين عقلية واضحة جدا يتكلم عن الميلاد العزراوي وبتؤكد أن هذه القصة هي قصة حقيقية تاريخية لكن في الأساطير لا نجد هذا أولا فالقصة قصة عامة زي إزيس وأزوريس قصة عامة واللي كتبها مش قصده أنه يقنعك أنه دي قصة حقيقية تسجوز هي جوز من المعتقد لكنها مش قصة حقيقية تعالي الكتاب المؤدس وقرأ عن قصة ميلاد المسيح أو تعالي الكتاب المؤدس وقرأ عن قصة صلب المسيح أعتقد أن ما قاله القرآن عن صلب المسيح ما هو إلا أسطورة أسلوب الأساطير لأنه لم يقدم برهانا منطقيا واحدا على صدق ما يقوله لكن لما تروح للكتاب المؤدس وتكلم عن صلب المسيح هتجد مئات الأدلة والبرهين كلمنا عنها في حلقات سابقة كثيرة جدا ده فرق مهم جدا لازم ناخد بالنا وإحنا بنقرأ ونقارن عشان نبقى وقفين على أرض صلبة حاجة تانية الأساطير لا تقدم برهين تاريخية تؤكد صحة الحدث فلا يذكر أسماء ولا شخصيات تاريخية أو شخصيات معروفة ولا يذكر أحداثا لها صدى أو ذكرت في كتابات تاريخية أخرى لا يقدم أي شيء هو يقدم الفكر والأسطورة كما هي في الآخر يقولك آه ده هيروكليس أو يقولك دون كذا فلان فلان لكن هل هناك برهين تاريخية رأيك الحدث شهدته تؤكد عليه يعني عندنا ميلاد المسيح عندنا مريم العزراء يوسف النجار زكريا أليسابات آه عندنا المجوس عندنا الرعاة عندنا هيروديس الكبير عندنا أيضا الأحداث اللي ارتبطت بميلاد المسيح عندنا شخصيات كثيرة عندنا أحداث كثيرة تاريخية إنما أقدر أثبت تاريخيا هيروديس الكبير أقدر أثبت تاريخيا أيضا الفرقة التي كانت تخدم في الهيكل اللي كان منهم واحد اسمه زكريا أقدر أثبت نسب المسيح أقدر أتكلم عن عائلة يوسف أقدر أتكلم عن عائلة مريم أقدر أتتبع الأنساب أقدر أرجع للعهد الأديم وأشوف الشخصيات دي لكن ده غير موجود في الأساطير غير موجود في الأساطير لا يقدم أيضا أي تفاصيل مرتبطة بالزمان وبالمكان متى وأين لا تقدم هذه الأمور كلها غير موجودة في القصة الكتابية بل بالعكس على النقيد نجد القصة الكتابية تحتوي من البرهين والأدلة التاريخية وذكر المكان والزمان بتفاصيل كثيرة في المقابل زي ما قلت نجد قصة حياة المسيح تتضمن برهين كثيرة تؤكد مصداقيتها من الناحية التاريخية وتضمن أيضا وتتضمن أيضا أسماء أشخاص معروفين ونجد ذكر الكثيرين منهم في كتابات أخرى بخلاف أصفار العهد الجديد كالسجلات اليهودية والرومانية كذلك يسكن لنا الكتابة المقدس توقيت الأحداث ويربطوا بتاريخ ملوك وولاة وقياسرة مشهورين في التاريخ يعني متها ولد المسيح وإيه التعداد اللي حصل ومين الذي أصدر الأمر بالتعداد وفي زمن مين وفي سنة كام كل هذه الأمور مسكورة في الأنجيل لكن لا يمكن أبدا أن تجد أمور كهذه في الأساطير يبقى مش بس من ناحية المضمون الأساطير بعيدة كل البعد عن قصة ميلاد المسيح لكن كمان من حيث الأسلوب أسلوب الكتابة الأساطير تختلف 180 درجة عن الأنجيل طيب أجي في الدعاية الأخيرة دي أأكد على الحاجة مهمة وهو أن ادعاء بأن التجسد الإلهي أسطورة جاءت متأخرة يواجه مشكلة كبيرة هي أسطورة بس جاءت إمتى يقول لك جاءت متأخرة من مجمع نقية كويس المشكلة اللي بيواجهها هذا الإدعاء هي مشكلة قيامة المسيح من بين الأموات قلنا نشرحها لا يستطيع المدعوين أن ينكروا حقيقة الإيمان بقيامة المسيح اللي بيدعي هذا الإدعاء أن التجسد الإلهي هو أسطورة لا يستطيع أن ينكر تجسد المسيح قيامة المسيح وأن قيامة المسيح موجودة منذ أن وجدت المسيحية لأن أول وعز عن المسيح في أرشاليم كان محوره قيامة المسيح وأن القيامة هي حدث تاريخي بكل المقيس وأن القيامة برهان قوي على طبيعة يسوع المسيح أنه هو ابن الله إذا قابلنا حقيقة قيامة المسيح من بين الأموات فلا يوجد أي سبب وجيه لرفض الدجسد لا يمكن أبداً يوجد سبب لرفض التجسد إذا قابلنا قيامة المسيح فقيامة المسيح عنذر أساسي في وعز التلاميذ الأوائل بالإنجيل هو قام ليه هو قام؟ لأنه أتى إلى العالم ليتمم إرسالية وأنهى إرساليته وصعد إلى السماء سؤال للمتشككين في تجسد المسيح إذا كان بحسب اعتقادكم أن تأليه المسيح جاء متأخر عندما مالت الكنيسة عن الاستقامة وتأثرت بالفكر اليوناني الهليني وعلى هذا الأساس اخترعت أسطورة التجسد فلماذا تركت حقيقة قيامة المسيح؟ أنا أقبل التجسد لأن القيامة أكدت طبيعة تجسد كلمة الله تعين ابن الله بقوة من روح القيامة كل سنة وحضراتكم طيبين وإلى أن نلتقي سلام المسيح يكون معكم ترجمة نانسي قنقر